بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدرس الرابع من الكورس الشامي الذي تعلم برمجة بلغة بايثون أو programming with bython full course هنشرح النهاردة بإذن الله أول مفهوم برمجة معنا خالص في اللغة وأول سطر كودة تكتبه في حياتك لو تعلم بايثون وخاصة لو تعلم اللغة الأول مرة وهو مفهوم الطباعة والأساليين المختلفة للطباعة وكتابة التعليقات هتفهم كل واحدة من دول ولازم انتركز قوي معي في كل حرفة بقوله لان الكلام ده هتليه typical في كل لغات تانية بالضبط هتليه في C++ زيه زيه زي الجافا زي مشعارة كلهم زي بعض ولو تعلمتها في واحدة صح هتجي في الباقي كله مجرد تعرف الفرق بس في السنتكس أو في طريقة الكتابة من هنا ورحلة مقولها كلمة سنتكس يعني طريقة الكتابة الطريقة التي أكتب بها المفهوم الفلاني في اللغة الفلانية حلو فالنهاردة هتلاقي المفهوم ده مشترك بين كل اللغات لا تخلو منه لغة برمجة وهو مفهوم الطباعة والأساليين المختلفة للطباعة والتعليقات اللي هنكتبها بحيث لا تطبق في الكود هولي جديد كل الكلام ده وأشرح لك بالتفصيل هتلاقي الحلقة كلها أولا فيها فيهرس في الأول مثل ما كنت شرح لك في الأول خالص في أول حلقة في المقدمة بعدها المفهوم النظري الأول زي ما قلت لك أشرح لك سنة خوارزميات في السكة يعني كل مفهوم هو ديك الشرح بتاعه هي الخوارزميات البسيطة هي معناها كده إن أوري لك المفهوم من غير كود أوري لك بس ببساطة بعدها أعرفك الكود اللي بتكتب به بعد كده قدامها أوريك بالأمثلة التطبيقية وكل مثال هينتج لك من تطبيقه ايه أوريك داو دا بعد كده أشرح لك موضوع غيره هتحط لك تطبيق وهكذا هو ده نظام الشرحة بتاعي وإن شاء الله بطور فيه يعني لو في حاجة أحسن بخطها وبخط لك كل أمر وبعدين التطبيق بتاعه هتلاقي حلقة كلها سكريبتد ده من هنا ورايح كل الحلقات فتقدر تذاكر منها وتراجع منها لما تخلص الحلقة وتأكد انك فهمه في آخر كل حلقة في تدريب شامل اهو تدريب شامل انا اللي ببقى صيغه انا اللي صيغل التدريب ده لانك مش هتلاقي عني انت تدريبات على كيفك يعني كل التدريبات اللي عني انت بدأ فيها حاجات لسه مشرحناش او حاجات شرحنها وقليلة فانا بحط تدريب يوافق ان انا شرحته في الحلقة بالظلط بقول لك تكتبه التدريب ده بسيط جدا بيدربك على الطباعة انك تعمل برنامج يظهر هذه الرسالة بالشكل اللي انت قدامك ده بالظلط بحط لك هناك كود وهنا نتيجة التدريب لما هتنفذ الكود ده هيظهر ايه كلام بسيط جدا نارده نشرح امر بسيط قوي ونشرح بقى التفصيل على البورد مش بنقرأ الكلام ولا حاجة يعني زي ما قلت لك الكلام مكتوب فانا هشرح بقى خلاص لوحدة طيب نيجي هنا مفهوم الطباعة ايه فكرة الطباعة او الشوينج او البرينتنج سميها زي ما تسميها فكرة الطباعة او عرض النصوص على الشاشة هي من ترجمتها من معنا انها انا في اي برنامج في الدنيا هتستخدمه اي موقع عن نت اي برنامج على السطح المكتب اي برنامج على الموبايل في الغالب بيقفير رسائل بتعرض انا عندي رسالة هتتعرض للمستخدم في مستخدم وفي مبرمج أسم الدنيا عندك في دماغك في مستخدم او بنسميه يوزر وفي مبرمج او بنسميه developer او بنسميه programmer او بنسميه المبرمج هي متعلقة بالمبرمج فقط من الحاجات المتعلقة بالليوزر هي المفهوم الذي ندرسه اليوم وهو الطباعة الطباعة هي حاجة بيعملها المبرمج بحيث يشوفها اليوزر حاجة هو اللي بيكتبها المبرمج هنا بحيث ان اليوزر يشوفها اليوزر يقدر يشوف ايه في البرنامج بتاعه يقدر ساعات اوما يفتح البرنامج يقوم زاهر له رسالة كده لا مية في مية حصل معاك يظهر لك رسالة يقول لك مثلا Welcome Welcome Back لما تكون لسه بقال لك فترة لا تسلمتش التطبيق ورجعت له تاني الرسالة دي اما تعرضت هل فيها اي اكشن غير مجرد كتاب على الصفحة لا هي مجرد كتاب هل فيها اي تفاعل منك لا مجرد بشوف الرسالة انا اعملش اي اكشن انا مجرد شوفت الرسالة مين اللي عرض للرسالة دي المبرمج هو اللي كتب عنده هنا كود معين بحيث يعرض الرسالة اللي انت شفتها على شاشة البرنامج بتاعك فأي رسالة هنا ورايه هتحب تعرضها للمستخدم بحيث يشوفها على شاشة البرنامج ثابتة غير متغيرة شاشة صورة كده على الصفحة تظهر فيها شوية كلمات او نصوص او رموز او ايا ناكن الشكل العاية تظهره الشكل ده بنسميه الطباعة او بنسميه البرينتنج برينتنج برينتنج يعني ايه؟ يعني الطباعة يعني ايه؟ بطبع كلام على الشاشة نصوص معناها او ترجمتها او فكرتها العامة الادمن تفهم الكلام ده وتحفظه شاشة انا عندي شاشة اليوزر بيستخدمها بيشوفها عايز اعرض له رسالة عليها او اعرض له كلام عليها او احط له تفاصيل البرنامج بتاعي ولكن البرنامج مثلا فيه منيو فانا عايز اكتب له منيو ده هعمل المينيو ازاي بالطباعة هقول له العنصر الاولاني اهو العنصر الثاني اهو انا اللي بكتب الكلام ده لان اليوزر مالوش زعوة بيه اليوزر بس ان يشوفه فاي حاجة اليوزر من شأنه ان يشوفها بس مش ان يتعامل معها باي تصرف ما بيخيارهاش مثلا ما بيقعبش فيها لأه بس بيشوفها فديم عملها عن طريق الطباعة الطباعة مجرد ان نظهر كلام على انا اللي عايزه كلام انا منظمه عايز اظهره على صفحة البرنامج بنعمله ازاي باستخدام امر الطباعة لحد هنا ده المفهوم العام للطباعة عارفة المفهوم ده تقدر تعمله بكل اللغات بكلمات مختلفة لكن الفكرة واحدة اي لأي لغة برمجة هتشوفها هتقدر تعرض بها كلام على الشاشة لكن مثلا مثلا يعني لو باستخدم لغة سي بلاس بلاس ولو باستخدم لغة مثلا يعني بايثون و ايه تاني كفاية كده كفاية لحد هنا عشان كنت ممكن بي اتش بي تعال اي حاجة بي اتش بي حلو لو جنا في سي بلاس بلس هتلاقي بنكتب كلمة معين تغلية نمشي على كانت الله عنه 준비 الق eerste اواتل题 يعني كلمة هلو مرحبا اريدك كلمة هلو اعرض مثل في سي بلاس بلاس بلس إنه hated بحروم الاول انه مسائكان المكتبة هستي نعمل سؤالية كولون بك lumpا نكتب سي بلاس بكين Seed والمكتب صورت لكي أعد filterه ونضع نصحك كلمة هلو وهي ساج CON ELE ي commen بعضًا السطر内 سيضع لك كلمة sino Wh Tun common واجملها الامل مثل مكتبةwas Adable C او سي خسار سي بلاس بلاس دي وقاوت يعني هيأرض حاجة هيتلع هينفض هيلفض شيء هيتلع شيء منه يعني. فمن فكرة اللي هو ايه كلمة هلو حطناها بين دبل كوتيشن. ملاكش دعب الكود خلاص. هلو خلي مكتوب كده معنا. بايثون بقعة بتاعتنا النهاردة. عشان اعمل نفس المهمة دي بعملها بالامر اللي اسمه برنت. برنت يعني يعني اطبع. برنت او برنت. او برنت يعني طباعة ومعامل كوسين كده جواهم دبل كوتيشن. ومحاطة كلمة هيلو اللي انا عايز اطبعها. اي نص انت عايز تطبعها حطه هنا ان شاء الله يكون ميك كلمة. هتحطوا بين تكتب كلمة برنت يعني اطبع او اعرض على الشاشة. ليه كتبت كلمة برنت. هي اللغة فهمة كلمة برنت. اللغة احنا بربقناها زي ما شرحت لك. الحلقة اللي فاتت لازم تكون ماشي معايب الترتيب. شرحت لك ان في كلمات احنا كتبناها. بحيث ان كلام تكتبها. يكون فاهم انها بتساوي حبة اصفار وحبة وحيد. اللي اصفار والوحيد دول بيعملوا مهمة العرض. مهمة اطباعة. او مهمة اظهار كلام او نصوص على الشاشة. فانا لما قلت له برنت. عملت القوسين. وكتبت دول كوتيشن دول. وحطيت كلام هنا هنا. فهم ان انا عايز اعرض الكلام دع الشاشة. السؤال. هل انا مخير ان انا اكتب الاخواس او لا. وحط برنت برحتي بقى مرة بي كابتل مرة ار كابتل. لا. انت ملزم بكل حاجة ببيتون. ببيتون ملزم تكتب كل حاجة كما هي. زي بلاس بلاس برده. ماينفعش في بلاس بلاس بكتب ونكتب التي دي كابتل كده. هيدليك ارر على طول. او تكتب مثلا. برضه يديك ارر. لازم تكتب الحاجة كما انزلت. كما زي ما الكمبيتر فهمها بالظبط. لو كتبت له حاجة هم مش هيعرفها اساسا. لو جيت هنا كتبت الار دي عملتها كده هو. مش هيفهم مين ده. انت فهمها انت كمستخدم فهم انها برند. لكن هو ما يفهمش ان الار كابتل مش زي الار رسمه. لو هو بنسباله فيه فرقة بين الاثنين. فلازم ان تكتب الحاجة زي ما بيقولك عليها بالظبط. بنحفظها او بنحفظها. خلي بالك. قلت لك بكده في كل الحلقات. الحفظ. مش هتلاقي في اي قموس انه ضد الفهم. مش هتلاقي ابنى مش حصلة. انه غلط. الحفظ مش ضد الفهم. الاثنين قد يكتمع عادي جدا. ممكن ان احد يبقى فاهم. وده احسن حالة. و بلص انه حافظ. يعني مستحضر المعلومة. فده احسن مسائل. انك تكون فاهم الحاجة كويس جدا. ومستحضرها كويس جدا. لكن لو لقيت واحد يعني لما اخذها بيبيع الهوة ليك. ويقولك اوه تحفظ اي حاجة. الحفظ غلط. غلط. فيه قدر لازم ان تكون حافظه. فيه كمية معانة من المعلومات لازم لابد ان تكون حافظه. لان يفعش اقولك انت تقول لي انا بايثون برجرامر. انا مبارمج ببيثون. اقولك حلو. بنعمل ازاي عرض او عرض البيانات على الشاشة. تقول لي هاستاني اروح اصير شواجي لك. طب انت اي لازمتك. يعني فيك قدر من المعلومات لازم ان تكون حافظه. ممكن اه لما اقول لك مثلا المعلومة الفرانية في مكتبة باي جيم مثلا تقول لي او مش عارفها. ها روح اصير شواجي لك. لانها مش مش مفيش حد يحفظ كل حاجة. لكن فيه قدر من المعلومات لازم انتفع حافظه. فدايما دول مش عكس بعض. ده في اي مادة تدرسة. الانتين دول بيكملوا بعض. طيب. طيب. سيكون بيتش بي. بيتش بني عملها باستخدام امر اسمه اكو. طيب من فكرة. ده اللي بيطبع لنا. يعني اكو زي برينت زي سي اول. الثلاثة بيتبعها. طيب نجي بقى بايثون ونركز معها شوية. بايثون زي ما قلت لك. انت عشان تطبع اي كلمة على الشاشة. بكتب الامر برينت كل حروفه سمول. برينت كل حروفه سمول. وبنعمل قصين عادين خالص. لازم انت بقى تبص على الكيبورد التي عندك. عشان تبقى تتشيك مع نفسك كده. كل الحروف بتكتر زي على الكيبورد. ساني اروح ايدي النور عشان اعمل الشيء. طيب رجعنا تاني. بص بص على الكيبورد عندك عشان تبقى شايف كل الحروف بتكتبها ازاي. ما تبقاش كده قاعد عمياني وتعطي بص على الكيبورد وخلاص. هتلاقي ان بلنت برينت نعمل قصين عادين خالص بتعامله بشفت مع زرار تسعة. هتلاقي فوق شفت زرار تسعة. حلو؟ اي عملك القصين اللي انت عايزه. جواه هم عامل دابل كوتيشن. هتعمل ازاي دابل كوتيشن شفت مع حرف الطه. الطه اللي جنب الانتر بالزبط اي او جنب بشوية. هيعملك دابل كوتيشن او سنجل كوتيشن او تريبل كوتيشن. كل ده اشحول لك قدام. مش دلوقتي. لسه هناخد درس كامل للنصوص. نعرف فيه نكتب ازاي اي نص على الشاشة ونجمعهم على بعض ونزودهم على بعض. بس مش دلوقتي. دلوقتي انا هدف بس افهمك ازاي تطبع بيانات. ببساطة جدا. فاللي هنستضمه هي دابل كوتيشن اللي هو الشكل ده على متى التنصيص. نكتبهم ازاي بندوس شفت مع حرف الطه. هيعملك العلمتين مرة واحدة. تيجي في نصهم هنا تكتب اي كلام ان شاء الله تكتب ميت كلم براحتك. كل اللي هتكتبه هنا هيتعرض على الشاشة عدي خلص. هيتعرض على صفحة البرنامج بجتاعك. طيب اه اي تاني عايز اقوله لك ركز معي. تعال كده نفتح بقى بص ركز معي بقى نفتح. انت الفوض انت حملت البرنامج عندك خلاص. فان هاجي هنا هعمل فولدر. ده في كل مرة هعمل معك كده. واسمي مثلا. فور آآ بايثون. فور بايثون. عشان يعني اسم الفولدر راح هنشتغله النارده الدرس الرابع. كليك مين عليه كده هو. واختار افتحولك باستخدام برنامج الاسمه فيجر استوديو كود. نقول له عادي ويس ماشي. اقف صفحة البداية. اهو الفولدر اهو. هنيجي هنا نعمل فايل جديد. ونسميه مثلا الفايل الرابع. دوت نكتب له باي. هي اول ما يغير لك اللوجو اللي هنا ويحط لوجو اللغة اللي هو بايثون يعني. دوس انتر. كده انت فتحت الفايل بتاعي. شيل دي بقى كده على جم. كل مرة هنعمل نفس العملية دي. وعايز اقول لك في فوق ترمنال هنا. دوس نيو ترمنال. يعني اي ترمنال اصلا. المكان اللي هيتنفس في الكود. الحاجة اللي يظهر لك فيها نتيجة الكود بتاعك. معيش حتة كده على جمب. عشان ناس كتير فتتع بقى في الحتة دي. فكرة ان يظهر لك برنامج على شكل اه 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 صفحة كده تفتح ويكون فيها ايقونات وزرائر ده اسهل مما تخير. مش الحاجة الصعبة اللي تشغل باك بادلقة تي. الفكرة اصلا مش في تصميم الشكل ده. الشكل سهل اقود تصميمه. في برامج كتير جدا زي كيو تي خضرة لكن مش قصتك تلقتي انك تقول لي فين البرنامج انا عايش شكل برامج ده كده مظاهر مظاهر خداع ده هل تعلمه قدام في حاجة اسمها ال جي يو اي جرافيكال يوزر انترفيس او واجهات امامية بتاعت مستقبل ده لسه مش مش حاجة صعبة تشغل بلك به لكن الصعب انك تفهم الكود اللي هنكتبه جوه اللي هيشغل البرنامج الفلاني اللي انت هتعمله ده فالكود ده هنكتبه هنا عادي خالص وهتنفس في حاجة الترمنال ده تيجي هنا ترمنال تدوس نيو ترمنال هيفتح لك الترمنال بتاعك عالجنب هنا انت عندك هتلاقي محطوط تحت كده هتلاقي ترمنال محطوط تحت هنا اسحبه بايدك وايه وحطه عالجنب او اختار من العلامة اللي فوق هنا هتلاقي هنا في بتاعك هتقول لك اعمل لك الشاشة ازاي ده ليه عشان يبقى بنكتب الكود في النص الشمال وبيظهر لنا تنفيذه في النص لينه بيكتب لك هنا المكان اللي انت مخزن فيه الفايل على الجهاز انا مخزنه فيه الكهي ده البرتشن بتاعي كورس الزون برو جرامنج جواهة درس الرابع الفولدر ليسم بايثون فور هيبدأ بقى يقول لك ايه انت عايز تعمل ايه هنا طيب يبقى كود لنا منه هنا هيتطبق في المكان ده هيظهر لك نتيجة تنفيذه هنا في يوم الائم هعلمك ازاي كود ده بزبط تعرضه على شاشة من تصميمك انتا ده اسهل مما تتصور مش حاجة صعبة هناخد حاجة زي باي على حاجة زي تكنتر وعلمك تعملها ازاي لكن ما تشغلش بلك بذلك البرامج هي هي اللي هم نعمل ده بس هتتعطيه في شكل تصميم خطيه فيه تصميم تبير اللي انا عايز اول كود نكتبه نطبع مثلا رسالة هيلو ويرل اول برنامج يكتبه في عالم البرمجة فتكتب برينت عادي خالص بصد ما اكتب هي ده مميزات بقى ال اي دي اي اللي قلت لو دست انتر عليك كتبها لي على طول ده حاجة حلوة وكل حاجة بس لا انتصحك بها في البداية اكتب مع نفسك كل حرف بقيلة يعني اكتب عشان تضرب على كتابة بس مش اكتر قاعد اكتبها بقيلة كده لحد ما تتعاود على كتاباته بعد الوقت اكتبها دست انتر على طول بعدها شفت مع حرف تسع عملك قصين وخلي بلك اول ما عملتهم بس بيقول لي اداني شرح كامل ليها بيقول لي انا مستني منك انا تحطي لي كذا وكذا وكذا وممكن تعمل ويشرح لك كل البرنت بتعمل ايه خليم فكرة ولكن خلاص احب نشرح مع نفسنا احنا بقى خلاص اكمل المكتوب ده احنا دلوح تكتوف يوم الاياه تبقى فاهم يعني جوا هنعمل double quotation shift حرف الطه نكتب جواه بقى اي حاجة نكتب كلمة hello world اهو يعني بس كده خلصت اسهل لغة ممكن تقابلة في حياتك خلصنا بقى وطبعة الكلمة دي طب في نتيجة تنفيذ الكود دوس على العلامة دي هتلاقي مكتوب عليها run code يعني ايه run code يعني شغال الكود. شغله بجان فاهم دوس عليها تلاقي الكود اللي نوع ده شكله اختلف شوية وبيقول لك ايه بيقول لك نتيجة تنفيذ الكود بتاعك hello world تعالي ما اللي فوقها وانه اللي تحتها الراغي داي كله ولا اهمة ده الفولدر اللي انت مخزن فيه البرنامج اللي مخزن فولدر بتاعه الباث بتاعه على الجهاز او المسار بتاعه وده نفس الكلام المصار بتاعه فهناك شدعه وتتاهمك اللي في النص هنا ده. حلو. يقول لك هلو ورلل. وحبت اطبع اخذ السطر ده وقف نصته كده في اي حتة. ودوس كنترول سي. عشان تاخد كوبي. وانزل تحت حط كنترول بي. بس. ممكن اطبعه عشر مرات مثلا. دوس هنا. خلي بالك في بعض البرامج. بيبقى ظهر لك هنا دائرة بيضة كده. دائرة البيضة دي معناه انك لازم عشان كل مرة تنفذ الكود. تدوس كنترول اس. يعني تعمل حفظ للبرنامج. عشان يتنفذ. تعمل حفظ التغييرات اللي انت عملتها. عايز تعدل ده. دوس على فايل. هتنزل تحت هنا تلاقي في كلمة اتو سيب. علم عليها. لو انا مش معلم عليها بص. لو عملت اي حاجة تاني. لو جيت حطيت سطر جديد. اي تغيير بيظهر لعلامة بيضة كده. لو جيت انفذ الكود. التغيير ده مش هيتحدث. هتلاقي ما تضفش السطر الاخير. لازم عشان اخليه اضاف او دوس كنترول اس. طب عشان اريح نفسي بادوس فايل وادوس اعلم عليه. عشان يحفظ من نفسه تلقائيا اي تجديد عمله. اول مشغل كده. اعرض لي كل الهيلو وورلد اللي انا كتبته. اي سطور. وتلقائيا كل سطر بيعتبره. يتعرض في سطر منفصل. بيعتبر ان ده. هيتعرض في سطر الواحدة. والنذاء الثاني في سطر الواحدة ومش بيعتبره مربعة. عكس مثلا لغات تانية زي. سي بلس بلس مثلا كبه تعرض كله وربعة لازم نحن نحن ان ننزل السطر. هنا لا بيضيفل بيعرضه مربعة. طيب شوية امر بقى مهمة جدا تركز فيها. وهي ان اتلقتي عايز اعمليه. هل اقدر اعرض حروف بس ولا ارقام بس تقدر تعرض اي شيء موجود على الكيبور. اي حاجة على الكيبور ده اقدر اعرضها هنا اقدر اعرض ارقام اكتب 11 مثلا ولا اكتب برقم تليفون او 011 لا 0123 اربعة خمسة سي. اعرض اي حاجة. ممكن اعرض رموز. ممكن اعرض علامة اليساوي. ممكن اعرض علامة تعجب. ممكن احط الشرطة. ممكن احط الاندرسكور. ممكن احط مش عالف الاسلاش. احط اي حاجة. تقدر تعرض اي حاجة. اتعلان جرب. اشيل ده كده هو. عايز اقول لك بقى حاجة هنعملها كثير. انا ممكن اقول لك كده اقول لك كده اقول له دبل كوتيشن. دبل كوتيشن يعني ده نص. يعني نص ده يعني ايه حاجة صمتة كده. ما بيتصرفش معها. مجرد نص مصمم. ممكن اعرض ازاي. ممكن اقول له احط لي شوية سلاشات. مع شوية اه نجوم. مع شوية اش عارف ايه. مع ارقام. مع علامات. كل ده هو منوش دعا بيه. هو يهمه انه محطوط بين دبل كوتيشن يبقى هيعرضه زي ما هو بصد. عرضه زي ما هو بالظبط. لكن لو شيلت دبل كوتيشن. هايقول لك ده الدنيا بصد خالص. ده كل رمز من دول ممكن يكون لي حوار. منك ازاع بيه. لكن لو حطيته دبل كوتيشن. هيفهم ان انت عايز تعرضه كما هو بالظبط. طيب ايه بقى الحاجة المميزة اللي احنا ممكن نعملها. بما انك شايف ان الدنيا هنا ملعبك شوية. فممكن نحط علامة تعرفنا ان الكود بتاعنا فين. فان هاجي في اول سطر خالص. اول سطر. واكتل. وحط هنا علامتين بتاعنا عادي. وعلمتين تنصيص. وجواه محط شوية يساويات كده. ايه لازمتهم عشان يعرفوني ان السطر ده. ان الكود بتاعي محصور بين اليساويات اللي فوق. واخده كوبي وحطه تحت. واليساويات اللي تحت. فلو شغلنا كده بصد يظهر. هيظر الكود محصور بين العلامتين دول. فمترجع متلغبط مع اللي فوقيها ولا مع اللي تحتيها. لا الكود بتاعك اهو. وانا اكتب الكود في النص هنا. لا تكتب برا ولا تكتب جوه. ده دلوقتي بس قدامها انت بقى طبعا الشغل مختلق. فبالفكرة بس لاتي عشان بس المنظمين الدنيا. هنحط العلامتين دول. يفصلون بنا بين الدنيا عن بعضها. طب السؤال افريد انا عايز اخلي بقى حتة الجادي مهمة جدا. حاجة ما اسمها الاسكيب سيكونس او اه اوامر الهروب. بس اعرفها لك في درس المنفصل. بس اهم واحدة فيهم ال back slash n. ال back slash n دي خطيرة جدا. لو حطيت دول دول كوتيشن نص معين. وانا مش عايز النص دي يتعرض على سطر واحد. انا عايز يتعرض على سطرين. انا عايز نص النص على سطر. ونص على سطر تاني. اهو انا كتبت hello. ورلد. اهو. وقفل. وحطيت ده كله قدام ال print. اهو ال print مكتوب هنا. اكتبها انت ثانية. وارد زعر نفسي. اخد ده كله. اهو يا عم. واكتب هنا كلمة print. وقادي الامر بتاع التباعة. افريد انا عايز اعرض hello. لو انا اسكد. هيعرض لي hello world على سطر واحد. انا عايز اعرض ليه على سطر. وديه على سطر تاني. اعمل ايه? قال لك تعاله في نصهم كده. واعمل افسولهم عن بعض شوية. ده هنا بس عشان بكتب. وحط back slash n. back slash ده كده كده هتلاقي رمز كده جنب حرف زد. هو ده. او دور عليها في الكيبور ده عندك. back slash n. back back يعني ببصل وراء و slash. ايه ده اعلامة ال slash. شرطة ايه. حلو ال back slash n ده. معناها ايه? new line. ال n اختصار new line. يعني انزل سطر جديد. فاول عندما يفضل ماشي ماشي. يعرض على سطر واحد. او من قبل الرمز ده. هو فهمه بقى. هيقوم نازل لسطر جديد على طول. تقول لي ثانية. انت لسه ايه لأي حاجة حطها بين double cutation يعرضها زي ما هي. لا. باستثناء الحاجات اللي هو حافظها. زي ده. back slash n ده هو حافظها بالظات. انه لما يقابلها ينزل سطر. مش يطبعها. يعني هو مش يطبع كلمة back slash. back slash n مش يطبعها. هو هيستخدمها كأمر ينزل بسطر جديد. فهم الفكرة؟ طب واحد يقول لي افرد انا مثلا بعمل شروحات برمجية وعايز اعرض كلمة back slash n. مش وقت. اقولها لك في درس المفاصل. لكن ده هنا عايزك تفهم بس انك لو كتبت دي كده هو لوحدها. هينزل سطر بعد هلو. ويعرض ورلد في سطر جديد. طب لو حطيت back slash n في الاول. back slash n في الاول. يبقى هيعرض كل ده في تاني سطر. اول سطر سيخليه فاضي. طب لو حطيتها في الاخر. يبقى بعد ما يخلص العرض. هيقوم سايب سطر فاضي تحت ايه. تعال اودي كل ده باب الامثلة. ده من سميها escape sequence. عايز اقول لك ده مشتركة بين كل اللغات اللي هنعرفها. اغلب اللغات فيها. باك slash n ده مشتركة بينها. لو جيت هنا عملت back باكستلش تنين كده. وخدتو كوبي كده وجيت حاطيتهم فين بص كده في الأخير خالص. رحطتم هنا. كده اللي تتوقع eyeley احصل. في يعرض اليساويات كلها. بعدين ينزل سطر ينزل سطر ي evitar يسبب سطرين فاضين. بعدين يعرض ايه según الصهف عليه نوع بعدين في اخر مر، في اخر هلوورلد، هينزل بعدها سطرين فضيين، بعدين يعبد اليساويات فلو عملنا ران، وانصر عمل ايه؟ سطرين فضيين هنا، وسطرين فضيين هنا، سطرين فضيين بعد اليساويات، وسطرين فضيين قبل اليساويات الأخيرة، هو هذا اللي عايزة تعب تتفاهمه، طب افرد، انا عايزة لكلام اليساويات بصطر فاضي، انا قد اضعه be sotr فاضي، هنزل بصطر، وجه في الآخر خالص عايز أخلي برده سطر فضي بعد السويات الأخيرة أضع باكستاش إنه بص كده إليه يحصل أو بيعد سطر عن الفوق وسطر عن الداحت تقدر تلعب بقى زي ما تحب إفرد عايز هيلو الأولانية تتعرض على سطر والورد بتاعتها تتعرض على سطر باكستاش إنه بص تلونت هي دي ميزة الإدتور ده بيلون لك أي حاجة مهمة بص عرض هيلو على سطر وورد على سطر صبعاً صايف فراغنة فما تسيبوهش يبقى على سطر واحد على نفس المحاذاية فيهمت الفكرة فباكستاش إن ده إن دي من أهم الحاجات التي تستخدم فيها طيب خلينا نكمل أي تاني عايز أقول حاجة حلوة جداً بقى إفرد واحد بيقول لي أنا عايز يعني أنا عايز يعني أنا عايز أعرض أعمل برنت هديك مثال حاجة حلوة جداً بص يعني بص يعني واحد عايز يعرض على سطر واحد أكتر من أمر يعني لو أنت كتبت برنت وعملت كده مثلاً حرف الاتش كفاية هو حاجة واحدة بس عاربت حرف واحد هلو؟ أنا دلاتي عايز أعرض الحرف ده عايز أحط أمر العرض بتاعه أحط جنب بي أمر زيه تاني أو أمر مختلف عنه أو أمر تاني وخلاص بي ديفولت في اللغة تلقائياً في اللغة بيعتبر إن السطر هو أمر واحد يعني بيعتبر إن كل سطر في الكود هو أمر مش أمرين ولا ثلاتة أمر مباشر زي أمر اتباعة أمر تعريف متغير أمر مش عارف إيه فإن أريد أن أقوم بعمل أكثر من أمر على نفس السطر أريد أن أطبع بعدين مثلاً اعمل تعريف متغير بعدين اعمل دلة بعدين اعمل مش عارف إيه على نفس السطر لو حبك التعلي تعمل كده بنعمل سيمي كولون في حانة سيمي كولون فصلة منقوطة أو فصلة ونقطة يسميها سيمي كولون السيمي كولونウ عملت سيمي كولون وعملت أمر ثالث سينفزوا ابو أمر ثالث لكن لو لم نة فقم شمي كولون أنا فرضاً أريد أن أفعل كده. أرى أن أفعل ذلك. أريد أن أطبع Hello World. وبعدين أطبع Hello World الثاني. فأقوم تكاتب على نفس السطر. Hello World. أولاً نعمل كلمة مختلفة. نقول له مثلاً إيه. Welcome. وبعدين أريد أن أفعل أمر ثالث. يطبع لي حاجة ثالثة خالص. أقول له مثلاً Thank. Thanks. دول ثالث أمر على نفس السطر. عارفوا أرهم إيه؟ ثانياً نعمل ذلك. أرى من الثلاثة دول على نفس السطر. فأفكرهم أمر واحد. فأجد أن تقول له print. وبعدين الكلام. بعد أن قفلت القوص، أجد أن تكتب print آخر. وهو ما هذا الشام؟ عمل خط أحمر تحتها. ما هذا الغلط؟ لو عملتها، يقول لك أن هناك two errors. هناك غلطين. أولاً لا تشغل. يقول لك إيه؟ يقول لك error على طول. يقول لك ما هو الرأور؟ قال لك هذا الشكل كله. نحن نشاهمينه. invalid syntax. يعني طريق كتابة غير صالحة. invalid syntax. يقول لك syntax error. يعني هناك غلط في كتابة الكود. يعني حضرتك لا تشاهد. سنكتب الكود مثل في البيت. لا تحتاج أن تتعلم قليلاً. هو يقول لك هذا. ما هذا؟ قال لي لا. لو أريد أن تفهمني أن كل واحد فيهم أمر مختلف. أضع سمي كولون. ستجد أن تفهم الأمر الأولاني. ثم أضع سمي كولون. ثم أضع سمي كولون. ستجد أن تفهم أن هذا أمر. وأن هذا أمر. وأن هذا أمر. يعني أنه هو السمي كولون معناها. أكله يقول له. هذا سطر الواحد. وهذا أكله سطر الواحد. والثالث هذا أكله سطر الواحد. يمكن أن تضع عشرين أمر على نفس السطر. يريد أن تكتب لحد 79 حرف في نفس السطر. يعني يمكن أن تكتب كذا. حتى تجد السطر خلص يخلص بعد حوالي 79 حرف. لا يمكن أن نجرب السطر. حلو. سننفذهم معادي. ترى النتيجة. أولاً. أولاً. عرض لك هذا. أولاً على سطر. ويعني أعرض التلاتة. لكن كما قلت لك. الأمر الواحد يتعرض على سطر الواحد. أعرض لك هذا الواحد وده الواحد. وده الواحد. يقول لي. أنا أريد أن أكتب ثلاتة. والنتج يصبح على نفس السطر. فقال لي. لا تنفع. لكن ما الذي تستطيع أن تفعله. أن تكتب برنت واحدة. أقدر أن أكتب برنت واحدة. ويعرض الواحدة التي ستطلع قدامها كله على نفس السطر. كيف كيف أكتب هنا. مثلاً. وعمل فصلة. واكتبه. ينفع الفصلة. اه طبعاً ينفع. الفصلة دي معناها ايه? اطبع لي ده. ثم الزق فيه ده. الزقه جنبه على طول. حط سبيس وحط اللي وراه على طول. ثم فصلة وحط اي عدد من الطبعة انت عايزه. يبقى يطبع دي. جنبها. مش تحتها بقى. جنبها دي. يبقى ده من غير ما عملت تلاتها برنت. عملت برنت واحدة فقط. تعال نشيك. كل حاجة بالتجربة. نشيل ده كله. تعال نجرب. قلنا هنخلي كله بين العلامات اللي يساوي عشان يبقى ديني مواضحة يعني. ادي برنت واحدة. هاجي جواه هقوله اعرض لي مثلاً. بعدين بره لدابل كوتيشن هاعمل فصلة. واعمل دابل كوتيشن تانين. واقول له. آآ ولكم. ونيجي بره هنعمل فصلة ونقول له اعرض لنا. آآ مثلاً. كده ايه اللي هيحصل. ايه اللي انت تتوقعوا انه هيعرض الكلمة دي. جنب الكلمة دي. جنب الكلمة دي. تعال نشغل. كلام بسيط جداً. اعرض لك. ادي فصلة بسا بين كل واحدة والثانية. خراب. لكن في الاخر اعرض لكم من بعض. لان هما نفس نفس البرنت. ايه اللي هو انا اقدر اعرض حاجة غير النصوص ا. يعني ممكن يكون النص تاعك متغير. يعني ايه. يعني ممكن دي هناخده قدام في الدروس الجاية. ممكن فيه اكس. ممكن فيه متغير معين. هيشيل قيمة نصية. انا عايز اعرض القيمة نصية اللي هيشيلها. فاقول له اعرض. الكلام بتركز معاقل ان احنا ناخده قدام. عايز اقول له اعرض رسالة بتقول فيها. وجنبها. جنبها بصها وجنبها وامتحط الجنبها هو فصلة. وهيحط اي جنبها. بدلا ما اقول له اسم المستخدم زي مسلاً علي. لا انا الاسم مصادم لا اعرفوش لسه. ده لسه هيدخل المستخدم. فاقول له اعرض جنبها الحاجة اللي متخزنة في اكس. مين اكس دي? ده متغير. هيشيل قيمة الاسم اللي هيدخل المستخدم. طيب ازاي خالي مصادم يدخله. او مرايح قبلها اقول له اكس دي بساوي. امبوت. وانفتح القصين كده. واعرض له رسالة هتظهر له. والذي هيدخله هيتحط في ال اكس. طب انت مش شام حاجة على ورية. حيث سبق وقتها شوية هنشرحها قدام. الكلام تفقه على فكرة. يعني مش حاجة صعبة بص. حاجة اقول له اكس عندك ايه متغير. هنخليه امبوت. يعني هنخلي ياخد ادخال من اليوزر. هنقول لي اليوزر دخل لنا حاجة. طب انه نعرضه اليوزر عشان يدخل. هنقول له انتر. مثلا يعني يور نيم. دخل اسمه. ونقول له كده. ندخل له ان يدينه مكان يدخل فيه. كده المستخدم اول ما يشوف الرسالة دي هيدخل ايه. هيدخل اسمه. اول ما يدخله هيتحبه في ال اكس. اجان تحت هنا بقى اقول له ايه. اجان تحت هنا اطبع علي. رسالة بتقول لي فيها. وحط جنبها اسم اليوزر. اللي هو مين بقى. اللي هو متخزن في اكس. شفت الدنيا عميدة. سهلة ازاي? كلم بصيط. شغل كده. اول ما شغل بقى برنامج مش هيعرض لي حاجة. هيوقف. بيقول لي انتر يور نيم. فهم ايهل له مثلا علم. اقول له ايه? ام عرض لي ولكم علم. لوحده فهم. طب استنى واحد قال لي لا انا عايز اشغل برنامج تاني. اقول له براحة. هيقول لي تحت انتر يور نيم. هقول له. المرة هذه مثلا. محمد. ودست انتر قال لي ولكم محمد. شفت الفكرة. يبقى هو يقدر مش بس ازاي اقدر تعرض ببرنت كلام محطوط بين دابل كوتيشن. لا اقدر عرض حاجات متخزنة في متغيرات. اقدر عرض حاجات كتيرة جدا. درسة هتشوف قدام العجب. الطباعة دي حاجة موجودة معك. في كل الدروس. فاتأكد انك تفهمها كويس جدا. طيب الحد هنا. زي الفل. افرد بها انا عايز اعمل حاجة عكسية. كيف؟ انا عايز اكتب امر على سطر. هو الامر نفسه يفودي الكتب على سطر واحد. لي انا ضربه في دماغ اكتبه على ثلاث تسطر. عادي. الامر طويل مثلا. او انا كيفي. عايز اكتب الامر الواحد ده على ثلاث تسطر. بس افهم البرنامج انه سطر واحد. طب اعمل دي ازاي. انا هنا عملت العكس. كتبت اكتر من امر على نفس السطر وفهمته ان دول سطور مختلفة. رغم ان انا اكتبه على سطر واحد. بس حطيت سمي كورن على شريفة من هي سطور مختلفة. فينفزهم كاوامر منفصلة. عايز اعمل العكس بقى. عايز اعمل اوامر نفس الامر على اكتر من سطر. هاعمل ايه? هاجه في اخر كل سطر وحط ايه? وحط علامة الباكسلاش. هحط علامة الباكسلاش. علامة الباكسلاش ده هيفاهمه ان السطر ده لسه ليه تكملة تحت. يوم نازل يلاقي السطر يوم يوم نازل للتالت ياخده يقول له لسه في تكملة. يوم نازل للتالت ياخده يقول له لسه في تكملة. ياخد الرابع لحد ما هو مقافل القصة بتاع التباعة مثلا ولا القصة الامر اللي انا بعمله ولا الى اخرى. طيب تعالي نجرب ده. حاجات بسيطة جدا بس هتفيدك وانت بتطبق معي الكود قدامي. حاجه هنا اقول له اعمل لي اطباعة لكلمة هلو وورلد كنت كده على سطر لو شغلت سيطبع هلو وورلد. عمر بسيط جدا. لسه بقى لنا سعب نهر فيها او هلو وورلد. انا مش عايد اعملها كده. انا عايد اكتب امر الطباعة ده على ثلاث تستر. امتجا هنا نازل سطر. وجيت هنا نزلت سطر. قال لك ارول على طول. على طول. قرر الدنيا. الاقواس مفهر مشكلة. لكن المشكلة في الجوه ده بقى. فيه ارولز كتير ارى ان ده كله اكله سطر واحد. يبقى هيشغل الامر مباشر. بص او. لو شغلت. اعرض لك هلو وورلد عادي خلص. لان انا فهمت ان ده كله اكله سطر واحد. بس انا بس ايه افرش على اكتر من سطر. ده هيفيدك قدام لما يكون الاوامر بتاعتك طويلة قوي. فممكن تقسمه على اكتر من سطر. وتحط العلامة دي. علامة اللي هي جنب حرف الزد. بتعمل ايه دي. بتقول له ان ليه لست في تكملة تحت تبعة. مش منفصل عنك ولا حاجة. خلاص لحد هنا هو دي كل اوامر اللي اعزك تفهمها. مفيش حاجة اخرى اظن. تعال نرجع كده. كل الكلام مشروح. هتلاقي كل حاجة كتبناها هنا. في الورق. ولو لديت حاجة ناسيها اقول لي. بس كده خلصنا. الحاجة الاخيرة اللي اعزك تعملها. عايزين نعمل ايه? يقول لك اكتب بايثون كود. ده التدريب الشامل اللي بحط كل حلقة بشكل مختلف. عشان تعمل برنامج اه اه شوب روجرام يعني برنامج محل. المحل ده بيعرض ايه? بيعرض رسالة ترحيب بالمستخدم في تلات سطور. بيعرض تلات سطور للترحيب بالمستخدم. بعدها بيعرض المنيو بتاعه اللي فيه عشرة ايتمز عشرة عناصر. كله اصر مفصول عن الثاني. اه 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 الناين مفصول في سطر منفصل. بسيمبل معين او حطينا بين كل سطر والثاني رمز معين. تعال اعمل لي ده اه اعمل لي البرنامج ده. تعال هنا. هنجي في الاول نقول له ايه? نقول له برينت. عايزين نعمل اه اه اكيني برنامج اه اه بتاع محل. فهنعمل شوية حركات كده. نقول له في الاول. ده البرنامج اسمه شوب. شوب بروجرام او شوب ابليكيشن. سميه زي ما تسمي. شوب بروجرام. حلو? ونجي ناخد نفس اللي عملنا هنا دول. الكلام ده ناخده كوبين. نحطه هنا. عشان يبقى الشكل يعني يعني شيك شوية. الشيل دي خرص دلاتي. تحتها عايز عامل رسالة ترحيبية بقى. هنقول له برينت ثانية. هنقول له جوه هاي. هنقول له تحت هنا برينت. نقول له. طبعا انت ممكن تعمل الفراغات دي باستخدام نتمنى لك استخدامان جيدا ونفس الكلام نضع له كده متنصقة تحت بعض والفراغات اللي باخر ما لقاش لازم اول بس خليها نستخدمها اخر نقول له مثلا ايه انت رايحة والله هتبدأ البرنامج يعني نخليها تحت كده عشان تمسخها شوية كده حلو ايه نيجي تحت بعد نعمل ايه ممكن نعمل كده برنت ونمعارضين شوية حركات كده نفصل بيها ان يعني البرنامج هيبدأ خلاص فاهمية الفكرة بعدها باني اعرض المنيو فهنقول له اه 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 اور منيو وممكن ان اضعين يمنها شوية حركات ممكن نجيب هذه الحركات من بقى عشان يبقى الدنيا نفس الحجم يعني نخطها هنا ونجيب دي نخطها هنا هيقول له المنيو بتاعنا اهو ممكن تزود هنا نزود اثنين ونزود هنا اثنين عشان يبقى الدنيا اقدر بعض نيجي تحت باني اعرض المينيو ازاي طبعا ما ممكن يتعامل المينيو طالما عشر عناصر وعشان عنصر الارقام دي يتعامل بالفور لوب والحاجات اللي هناخدها قدام بس الآن عايز اعمله طباعة بس مش اكتر فاقول له العنصر الاول اقول له this is item one يعني مش هدا في اكتب كلام جدا انا اكتب عناصر كده بس ايه كتدريب ليك مش اكتر فاهم الفكرة ممكن تم ادي فراغات هنا عشان يبقوا تحت بعض بالزبط وممكن تيجي هنا تنزل سطر عشان يفرغ الدنيا تحتها شوية خد بقى ده ويعملو تحت عشرة كوب تقريبا مسلا تعالى نغير بقى دول بسرعة اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة ايطلع اكتر من عشرة طبعا ستة سبعة تمانية تسعة عشر ومسح دول اتنى يجي هنا نخلي ده عشرة تسعة تمانية سبعة انا بجرد انا هدف بس من ده كلنا بتتضرب على الكتابة تكتب كتير بيه ده عشان بعد كده ما ضعب النزاكي امسلم وبتكتبه بسهولة قوي يعني بس كده عملنا المينيو اللي انت عايزه في عشر عناصر او خليهم تسعة عشرة ده ده ماليوش هازمة الصراحة هيقرفنا بس كده فيهم تسعة عناصر تحت كلمة اوار مينيو نيجي في الاخر خالص ونقوم مغدين نفس السطر ده اللي احنا بنفصل به ونحطه هنا عشان يفصل هذا اللي يا عشان يكفي على المينيو النهائي ونعرض له ورساله نقوله اه Actually for using our application ده اللي اعايزك تفهمه النهاردة تعالي نشغل اخوز هذه جهت ايه طيب نرجع تاني او مخابش انا كانش فيه حاجة الا societ Äle انشغل البرنامج تاني هتلاقي الكود اشتغل ان شاء الله. اهو. اعرض لك. بعدها تحت التلات رسالة بتعطى رحيب. بعدين شد خط. حط اوار مني. حط العشر التسع عناصر. كانت اتدربت على الطباعة البسيطة خالص. واول امر برماجي تاخده. وكلام بسيط. اديك شايف ان اللغة بايثو اللغة ما فيهاش اي صعوبة. كلام بسيط جدا. فخليك معنا ان شاء الله الدرس الجاية عشان تستفد. ودعواتك. وقل لك تعليقات لو في اي حجم دايقك. وانا عادي هشوف يعني ان شاء الله. وبس كد. يعني بالتوفيق صاري.